أنهت الدفعة الرابعة من قوات حفظ السلام الصينية مهمتها في مالي وقمت بتسليم المهم إلى الدفعة الخامسة في معسكر جاوة تبالي الأمم المتحدة في هذا الصدد عرب وزير الخارجية المالية عن شكره للصين وترحيبه بوصول الدفعة الجديدة من قوات حفظ السلام الصينية إلى بلده تضم الخامسة من قوات حفظ السلام الصينية 395 جنديا وصل منهم فريق مكون من 190 ضابطا وجنديا إلى منطقة مهمة للمشاركة في عمليات حفظ السلام التي ستستمر لمدة عام أما المجموعة الثانية ستصل إلى العاصمة المالية باماكو يوم الخميس المقبل بالتوقيت المحلي العمليات الرئيسية لقوات حفظ السلام الصينية في مدينة جاو تتمثل في الحفاظ على الأمن وإصلاح الطرق والجسور ومدرجات الطائرات وأماكن المعسكرات وإنقاذ الطوارئ والعلاج الطبي أولا كل شيء يجب أن أقول أننا ممتنون جدا لجمهورية الصين الشعبية لإرسال جنودها إلى مالي والأمم المتحدة ونحن نعلم أن الصين لا ترسل قواتها إلى العديد من البلدان فهذا يمثل العلامة الجيدة للصداقات بين الصين ومالي والشعب المالي ثانيا تحافظ الصين ومالي دائما على العلاقات الثنائية الممتازة الصين ليس لديها سياسة هيمنة على البلدان الإفريقية ونشكر الجنود الصينيين كثيرا إنهم محترفون جدا والعلاقات بيننا جيدة أيضا وهذا مكسب جيد الشعب المالي يحب الجنود الصينيين للغاية وتشكل الصين جزءا من مهمة الأمم المتحدة للحفاظ على السلام والاستقرار في مالي لذلك نحن نقدر ذلك كثيرا نحن نعلم أن الصين تبدل الكثير من الجهد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والصين تدعم البلدان النامية مثل مالي لذلك إن المساهمات الصينية مهمة جدا ترجمة نانسي قنقر